الراديو تسعين تسعين هواها مصر مهنية الناس كلها بتشهد له بهزي المهنية بيجيد حرفة كده اللي هي بيقوله عليها ايه بيتبح من غير دم او ابتدى يضحك لسه مدخلناش في الحلقة هيبقى ضيفنا النهار ده وبنورنا الاعلامي لاستاذ عمر عبد الحميد منور راديو التسعين سايد. ايه ربنا يا خليك احمد بس من غير استاذ. ايه? من غير استاذ. ده البداية بس كده يعني اه طيرا لو تشرب ده الشاي بتاعنا يعني. انا مبسوط جدا ان انا معك اه اه اعجبني الاوت تعبير انه بيتبح من غير اه بتتبح من غير دم اه يعني موضوعاتنا كتير وهنتكلم على تفاصيل يمكن اول مرة تسمعوها عن اه عمراء عبد الحميد بس هتتواصلوا معانا ازاي? واحد سعين تسعة الماس او صفحتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين هنستنى كل اسئلتكم وهنسمع دلوقتي الهادى بعمر دياب ونرجع لكم. وارجعنا لكم على الهاوة المصري مستمع hếtعالنا مستمع الراديو تسهين تسهين ومكمل معاكم المنفيستو ومنورنا يوفائنا في أضيفتنا الإعلامي الأستاذ عمري عبد الحميد وبنبدأ قول لفكاراتنا أنت مين? أستاذ عمري. نعم يا أستاذ عمري. أنت مين؟ أنا رجل غلبان. آه صعيدي. من سوهاج. من سا hommesة. قول كده ساقلتا. ساكلتا. لا مش ساكلتا. 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 ايوة. ايوة. اه. يعني بحاول ان انا. يعني ايه اسمها يعني. ساقيد قلتا. ساقيد قلتا. اه. في واحد اسمه اه قلتا. كان في المكان ده. كانت عنده ساقية. فبقت ساقية. اه. ساكلتا. ده مركز كبير على فكرة. عندنا حوالي اتنشر اه او لا اتنشر اي حوالي عشرين قرية يعني طبعا اه طبعا. يعني احنا مش مش اي اي هاي. طبعا. اه بتسألني انا 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 مين انا راجل غلبان اه بامتهن الاعلام الصحافة التلفزيونية و بحاول اننا نعمل حاجة مختلفة و يعني رب ليسا. طيب خلينا نرجع لسهج. اه. البداية والتنشئة. كلمنا عن الاسرة التكوين. اتأثرت بمين في بدايتك. فكرة انك تطلع صحفي دي اصلا جات لك ازاي? والله انا مش عارف اه جات ازاي بس اللي انا فكره انه اه والدي الله ارحمه لما كان بيديني مصروف كنت دايما اه اجيب التلت جرائد اه 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 والاخبار الجمهورية. اه والاخبار الجمهورية وكانوا بيجوا لنا متأخرين واحانا بيجوا تاني يوم. دي كانت النافذتنا على العالم يعني. ده ده الشباك اللي بنبص بيه على الدنيا. انت عارف ليه بتيجي تاني يوم لو جد تاني يوم عارف ليه بتيجي تاني يوم? تبقى خرجت الطبعة الاولى متأخر. اه. انت رجل جورنالجي. تبقى خرجت يعني اه فهي لو ما ركبتش القطر قبل عشرة باللما اجد لكم. بالصبت. اه. عادة يعني لما كانت بتيجي بدري كانت بتيجي الساعة اتناشر الظهر يعني. تمام. اه. اه. كنت بحب الجرايد وكنت بحب الاراية. كنت دودة اراية زي ما بيقولوا. وكنت عاشق اه للقصص اه قصص الاطفال والقصص الكبار كمان. يعني انا قريت. ترى المين? نجيب محفوظ قريتله وانا في سنه مبكرة جدا. اه طبعا محمد الحليم عبدالله يوسف السباعي. كل الناس اللي هما بيمثلوا مدرسة. كمين الاقرب لك? يوسف ادريس طبعا. يوسف ادريس. اه. بس يوسف ادريس ده يعني فيه ملمح كئيب شوية. اه ملمح. هو طبعا اديب عظيم يعني. ده صحيح. بس ملمح خليها درامي يعني شوية. ما هو علشان كده بسموه تشيخف القصة القصيرة العربية. يعني اه على انطون تشيخف اللي هو الكاتب الروسي الكبير يعني. اه ويمكن حبي للقصص القصيرة اه خلاني اه يعني احاول ابتدي كده ايه? اه اكتب. فبدأت اكتب وانا صغير. اه. يعني اه خلينا مثلا اه خلينا اقول لك انه اه ابتديت وانا في سن مبكرة جدا الكتابة. والغاية لما الواحد كده شعر بانه يعني يقدر انه يكتب اه زي الكبار. تعبت لحد السنوي في سواج. اه بعد السنوية العامة اه طلعت على روسيا. بس قبل سنوي بقى يعني مسألة القصة القصة القصيرة دي كانت بتستهويني ونشرت في الجمهورية الله ارحمه استاذ محصن الخياط. نادي ادباء الاقليم. اه. والله ارحمه الدكتور عبدالاد القط. اه مجلة الداع. اه الاستاذة فريد النقاش ادب ونقد. الله. كانوا بينشرولي وانا لسه بسنوية. يعني اولى سنوي تانية سنوي. وابداع كانت بتديني خمسة وسبعين جنيه على القصة. ده رقم. ده رقم. ده سنة اه اربعة وطبعين. ايو ده رقم. خمسة وسبعين جنيه على القصة ده رقم. طيب. دي الفترة كلها بتاعت اه بتاعت سواج. اه. ليه انت لما ابتديت وانت كنت خلاص بدأت تواصل مع اه الصحافة هنا وبتنشر القصص. ليه اتجهت انك تسيب البلد وتسافر. بص انا كنت بدور على تجربة مختلفة. يعني اه زمان كان في مجلة مجلة الاتحاد السوفيتي كان بتيه كده سواج كنت بروح اجيبها كده. واعيش كده في عالم في خيالي انا يعني عارف احلام اليقظة. اه. الواحد بيحلم كده انه ايه اه يعني انا كان بيستهوين الادب الروسي. كنت بقرأ كتير في الادب الروسي المترجم طبعا. وكنت متخيل نفس ان انا اروح الاتحاد يمكن وانا في الاعدادية. ليه? اه مش عارف هو زي كده مغناطيس كده كان اه بيحاول انه يجذبني. اه كنت متخيل نفسي بعيش الحياة دي. يمكن كانت عندي ميول يسارية زمان ولا زالت على فكرة. اه لكن كنت متخيل انه لازم اخوض التجربة. زالت ايه عمر انت راجل برجو يعني يعني ان شاء الله يعني. لما اليسارين برضو. يسارين يعني يعني بغض النظر يعني كان الله يرحمه كمال الشازلي في احوار مع الله يرحمه. الله يرحمه جميعا يعني. على استاذ مجدي مهنة. اه. اه. بيتكلم على الرئيس حزب يساري مشهور. اه. خلاص. اه بيقول له موقفه. قال له قبل موقفه مبروك عن مرسيزيس الجديدة. تمام. طيب. اه هنروح للمرحلة بتاعة اه موسكو في التفصيل. بس انا هرجع تاني برضو على المرحلة بتاعة البلد. اه. هل لسه بتزور اه. محافظة على اه انك تزورها دايما? اه مش دايما بس يعني في المناسبات اه يعني الحاجات العائلية الحاجات يعني انا كنت هناك من حوالي شهرين كده. اخر مرة. بس يعني ممكن يمر اه سنة مقدر ازور بس هما بيزوروني على دايما يعني. فكرت انك تعمل اي دور اجتماعي ناحية المركز بتاعك. بص اه يعني انا مش متخيل نفسي ان انا عمل حاجة كده يعني كفلان. بس انا بس بساهم في حاجات بس من بعيد لبعيد. يعني مش اه يعني عارف اه علشان انا خاف يا احمد انه يعني تاخد عني فكرة ان انا. ليه ما انت راجل دلوتي بتقول على الهوى? انك بيقولك يا سرية. يا لازل بتعمل دور اجتماع عشي تنزل الانتخابات اللي جاية. انا حاسس كده انا هطلع من الاستيديو. بوكس هيدخل بدهار. ايش كده? هو فعلا حتى الانتخابات البرلمانية الاخيرة اه كان في رغبة من الناس هناك في البلد عندنا ان انا اترش. بجبتنا حاجة من علي? بالزبط لا لا لا. لده اتنشرت كمان. اه. لا بس انا ماليش في السياسة انت عارف. احنا ناس مخلصين لشغلنا احد. اه شايف ان الاعلامي بيخسر لو لعب سياسة? اه. انا شايف ان الاعلامي يخسر لو لعب اي حاجة تانية غير الاعلام. يعني اه صاحب بالين كداب. وصاحب تلتة منافق. فا اه الافضل انا يعني اه انا بتكلم عن نفسي. الافضل ان الواحد يركز في شغله. طيب. الافضل ان الواحد يركز في شغله دي نصيحة عمر عبد الحميد. لسه حوارنا مستمر ومستنين رسالكم على واحد تسعين تسعة وعلى صفحتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين ونخرج نسمع محمد فؤاد ونرجع. وارجعنا لكم على الهوى المصري مستمعنا مستمع الراديو تسعين تسعين ومكمل معاكم المانيفستو ولسه منوارنا وفي ديافتنا الاعلامي الاستاذ عمر عبد الحميد وكنا بنتكلم قبل الفاصل على النشأة وبداية التكوين الوعي وفكر الاستاذ عمر عبد الحميد وتكلم على الفترة اللي عاشها في مسقط رأسه في سوهاج ووصف نفسه انه كان يعني المصطلح الدارج له عدودة اراية تأثر كتير بادب يوسف ادريس وكان ليه محاولات في كتابة القصة القصيرة وفعلا نشر هذا الكلام وهو تقريبا حوالي اه طمانتاشر اه سنة وكنا وصلنا انه سافر روسيا وسألته ساعتها شمعنا روسيا قال ان هو كان متأثر وقتها بتجربة الاتحاد السوفيتي واعترف ان هو كان عنده اه ميول يسارية حاولت اجرجره في الكلام حاولت اجرجره في الكلام ان هو يعني ناوي غوي سياسة وليه حضور في بلده والكلام ده كله في مسقط رأسه عشان ناوي يخش انتخابات مجلس شعب فاعترف برضو ان هم كانوا عايزين ينزل الانتخابات بس هو مش عايز يلعب السياسة وقال ان الاعلامي لو صاحب بلين يبقى كذاب لو صاحب تلاتة يبقى منافق انا شاطر يا سيد عمر خلينا نروح لروسيا نروح لروسيا انت كنت في الحفز بسم الله ما شاء الله انا اه اه يعني ضحية اه اه رحت روسيا وانت تقريبا تسعتاشر سنة وروحنا مع بعض وروحنا مع بعض اه مرة دانية دي اه طبعا انا بحكيها عليك خلاص اه وانت تقريبا عمرك تسعتاشر سنة اه اه تجربة طبعا مش سهلة خالص صعبة جدا وتركيبة الشعب الروسي نفسه مش سهل الاندماج اه كان ساعاته الشعب السوفيتي بقى كمان اه يعني مش سهل الاندماج ده صحيح مش سهل ان هو يرحب بالغريب ده صحيح واحد جاي من الشرق الاوسط والكلام ده كله احكي لنا اول ما رحت شفت ايه بص انا يمكن اه يعني علشان شرقي صعيدي مصري شرق اوسطي افريقي اه كان حظي حلو ان اول سنة عشتها في باكو في ازربجان تمام فهم قريبين مننا هم مسلمين اه مسلمين وقريبين مننا انا مجتمع شرقي يعني لدرجة ان انا رحت من موسكو لآآ باكو بالقطر ثلاثة ايام فلما نزلت المحطة بتاعت باكو المحطة الرئيسية بتاعت القطر بصيط قلت ايه ده ده كل دول عرب اللي فعلا هم مشكلين اه بالزبط ايه فده اللي نفعني اول سنة علشان ايه يعني امتصت الصدمة الرهبة يعني مش مجتمع اوروبي يعني كان مرحلة انتقالية كده من مصر آآ آآ ازربجان آآ بعدها رحت آآ بلى روسيا روسيا البيضاء آآ عادت برضو سنة سنة وشوية وبعدين رحت روسيا بقى كملت كانت بقدرس آآ اول سنة آآ في زربيجان كانت سنة اللغة اللغة الروسية بعدين بوزعونا آآ مين هيروح فين سافرت ازاي عمر جات لي منحة جات لي منحة اه من حزب التجمع عايز حاجة تانية قول بقى. ده انت كنت كدر يا عمر. لا يا الله. انا عمري مكنت عضو في اي حزب على بكرة. انت كنت كدر. بس كانت لقى نشاطات. اه. كانت لقى نشاطات. نروح تاني. بس التجمع الزماني مش التجمع ده. يعني وكل الاحترام برضو الحزب التجمع يعني حزب تاريخي يعني وليه دوره في الحياة السياسية المصرية. اكيد. ونتمنى ان هو يرجع يبقى ليه دور مرة تانية في الحياة السياسية المصرية. وروحت روسيا البيضة كمل دراست. اه درست اول سنة طب. اه خلصت سنة اولى طب. اه لانه كان الشرط الحاجة اللي ما قلناهاش انه الشرط انه الولد اللي ارحمه اه انه يوافق على سفري لروسيا. انك تبقى دكتور. انك تبقى دكتور. دكتور عمر. اه دكتور عمر. انا طبعا ما كانش في بالي الموضوع ده خالص. يعني انا عايز ابقى صحفي. عايز اه يعني امتهن. كملت دراست الطب. اه كملت دراست الصيدلة. مش الطب. انا اه خدت اول سنة في بيلاروسيا. في مدينة جميلة جدا اسمها فيتبسك. جنب مينسك العاصمة. اه وبعد ما خلصت سنة اولى يعني كان لسه يبقى قدامي ست سنين. لان سبع سنين هناك الطب. فانا تخيلت ان انا لو تخرجت دكتور هتسبب في الكوارس للبشرين. ايه? انا مليش في الموضوع يعني. اه فقلت انه الحل الوسط انه الواحد ايه? احول صيدلة من غير ما يعرف والدي. احول صيدلة. واخد له للشهادة اللي هي بتديني لقب دكتور. بس على فكرة دلوقتي اه لاغوا اللقب ده على فكرة. انا. بالصيدلة مش دكاترة دلوقتي. لا ده كانت اشعل. اه والله. اه. اه. فبعدها اه درست الصيدلة وخلصت الصيدلة. طيب اه اسألك سؤال يعني تستغربه شوي اه. بس هو من نمازج قبل كده. تمام. من الاستماع منك يعني التنشئة كان فيها بعد فلسافي. اه قراءة تحديدة ليوسف ادريس. الهوى السياسي يساري. الدراسة مادية بحتة. دراسة طب او صيدادة. اه. صحيح. ما شطحتش معاك لمناطق الحد. اه لا. خالص. اصحيزي اقولك حاجة. التكوين ده. اه لا ما اخلي بالك احمد. التكوين ده كان بداية تكوين. اه. دكتور مصطفى محمود. ده ارحمه. اه. قبل طبعا ما ياخد رحلته من الشكل اليقين. اه. لا لانه كمان انت انشئة كانت دينية. اه طبعا صلاة وصوم وانا كنت حافظ ربع القرآن. ده يمكن اه كان. ساعدك بعد كده في المهنة. اه بالضبط. اه. العربي تعرف. اه ماشاء الله. الحمد لله. فلا يعني ما لا. ما فيش. ما ما جليش اي اه لحزة. ما مرتش علي اي لحزة. انا على فكرة بشكرك على السؤال ده لان عمري مسألته النفسي. اه لان ما جبتيش اي لحزة ما عيشتش اي لحزة شك. فالص يعني. دراست الصيدلة اقول طب. حتى لو انت مش تلتهاش بس اكيد كان لها تأثير في حياتك. كانت تجربة ومرت بيها. اه هي تجربة. بص اقول لك على حاجة هي كانت تجربة اه معيشية اكتر منها اه يعني اه علمية. اه لان خليني اقول لك بصراحة انا كنت مذكر علشان انجح. اه مش فاكر حاجة من دراسة. خالص يعني انا معرفش الصداع بيجيبوله ايه. انا كنت اقول لك تبلي على حاجة هجيبوله الفيه. لا 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 انا انسى. مش فاكر اي حاجة خالص. حتى لدرجة ان انا لما جيت عملت امتحان بيسموه امتحان المعادلة هنا. اه. في كلية اه طب اه كلية سيدالة اه القاهرة. اه يعني امريت الحمد الله عديت يعني عشان اخد اللي هو شارية المعادلة اه. اه وانا عضو نقابة سيدله على فكرة. في بالك يعني. اه. 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 هتجمع ازاي بالنقابتين. اه ممنوع صح? اه. لا اتنازل بقى عن الصيدالة. اه. اه مستفدتش بنا خالص. اه هقول لك الحاجة ايه هي اه تجربة انك انت تدرس برا وانت بسن اه صغيرة. اه تجربة مش سهلة تجربة صعبة جدا لكنها تجربة ممتعة. اه عمر اسمح لي يعني انت كنت شاب صغير. اه. اسرة متوسطة. اه. اه. كنت تصرف ازاي? اه بص اول سنتين الوالد كان بيصرف عليه. اه. وبعدين بقى بدأت انا مع ايه اشوقة طريقي. اشتغلت كل حاجة. كل حاجة دي هكيب فادتك. اه طبعا اه. اشتغلت كل حاجة يعني كل حاجة شرعية يعني. اه طبعا. اه لا لانه في شباب كانوا زميلنا كانوا بيلجأوا لطرق اخرى يعني. بس اه يعني مطاعم مش عارف ايه. ايه اكتر حاجة لسه في جارة حد دلوقتي اثرت في شخصيتك? اه في في الرحلة ولا في ال اه. في رحلة العمل علشان انت تبقى تسند نفسك وتوقف والكامل. ولا بص يعني ما هو انت هناك اه المسألة ما بتتحسبش انك انت اه ومظلوم. لا الكل بيشتغل الكل. اه. ثقافة عامة. اه. ثقافة عامة. عادي. عادي جدا يعني ما تأثرتش. اه طبعا كان في اه معايا اه زميلة من المغرب من تونس من الجزائر من اه سوريا من لبنان اه كانت حالتهم يعني المادية اه جيدة جدا يعني في ناس كان عندها عربيات في ناس مش سكنة معنا معنا في المدينة الجامعية لا اخدين اخدين شواء بره بس ده طبعا ده عادي يعني انت مش تقدر انت يعني انت يعني انت تتطلع انك انت تبقى زيهم لا يعني كنا بناخدها او انا كنت بناخدها ببساطة شديدة يعني. خلصت دراسة. خلصنا دراسة. وخلاص بقيت الدكتور عام. ايوة. وجبت الشهادة. ودتها للحج. ودتها للحج. قلت له ايه بقى سيبني بقى ايه انطلق. عدت في موسكو ما رجعتش. اه. الكلام ده كان سنة كده. ايه الكلام ده سنة اه سبعة وتسعين. فترة يلسن. نهاية فترة يلسن. اه نهاية فترة يلسن. صح كده? كان بداية مرضه. اه بالزبط. بداية مرضه وبداية سعود بوتين. بالزبط. اه بعدها اه كان في اه شركة اه مش خدمات تلفزيونية. اه بتعمل اه سكرين تست اللي كان اعاوزين مراسل لقناة عربية. قناة الكويت. اه. وانا قدمت زي غيري. من غير اي وسائط من غير اي حاجة. اه اختروني انا من حوالي ممكن عشر او خمسداشر. البداية كانت من خلال تلفزيون الكويت. اه بس قبلها كنت بتعاون مع البي بي سي عربي. اه الراديو. اه استفدت اه. اه استفدت اه حاجات كتير. اه استفدت حاجات كتير. يعني استفدت اه انه يعني انا فاكر اه اول رسالة كنت اه بعملها. فانت عارف في اه احرف المصريين باللغة العربية الفصحة طبعا ما بينطوهاش صح. اه. رغم ان انا ازعم ان انا يعني كنت في اللغة العربية كويس. زي ايه? زي مثلا الضاء. اه. انت لازم تطلع لسانك كده. الضاء. اه الذال. الثاء. فيعني حد هو بيستلم مني الرسالة ضحك. لما انا بقول اه اه الظاهر مثلا. اه. ما قلتش الظاهر. اه. فطبعا دي اه 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 اثرت فيها جامد. اه اشتغلت على نفسي. اه اه بالطرق البدائية ساعتها يعني كنت امسك النصوص مثلا وعد اقرأ كده قدام الكاميرا واسمع نفسي وسجل نفسي وكده يعني. اه وطبعا يعني كنت بسمع ازاعة البي بي سي باستمرار فده فدني جدا يعني. رحت تلفزيون الكويت بعد البي بي سي. استمرت معهم تقريبا دي. تقريبا سنة سنة وشوية. وبعدين اه كانت قناة ابو ظبي عاملة اه يعني انطلاقة كبيرة جدا سنة الفين. اه كان عندها مكاتب في كل عنحاء العالم. وبدأت انها تنافس القنوات اللي كانت موجودة على الساحة ساعتها. اه واختروني انا اني امسك لهم المكتب في موسكو. وكانت تجربة جميلة جدا مع قناة ابو ظبي. اه يعني ما زلت بحتفظ لقناة ظبي يعني بالكتير يعني. اه لانهم منحوني فرصة. البعد المؤسسي موجود عندهم من البداية. بالزبط. وبعدين منحوني فرصة ان انا انا مش معروف. منحوني فرصة ان اكون مراسل متجول. رحت غطيت حرب افغانستان اه في الفين وواحد اه رحت اماكن كتير. ومعارك غطي الشيشان. ومعارك الشيشان. وحرب العراق. اه كنت مع قناة ابو ظبي سنة الفين وثلاثة. اه. ده كله يعني اه دي كانت الانطلاقة الحقيقية يعني. ثم? ثم قناة العربية. اه برضو اشتغلت معهم على السورات الملونة ما يسمى بالسورات الملونة المخملية اللي حصلت في جورشيا اوكرانيا. اه برضو عملت شغل حلو. كنت بعمل اه حاجات خبطات صحفية. يعني مسلا انا اول واحد يلتقي مع اه ادوارد شبرناز بعد ما اه اتشال بيوم. اه اول واحد يلتقي مع اه زعيم السورة الورود اه ساكاشفيلي اه بعد ما اتشال بعد ما يعني اه نجحت سورته بعدة ساعات انه كنت موجود هناك وكنت كان عندي اه يعني اه حس صحفي انه هتحصل حاجة. فروحت قبل الحاجات دي ما تحصل قبل السورة بتاعتهم ما تحصل بحوالي ثلاثة ربعة ايام. فكنت الصحفي العربي الوحيد اللي موجود هناك يعني. يعني. اه ده ده كله كانت. احنا عندنا اه يعني مش هقول اه اللي اه فهم. هقول عدم اطلاع كافي على المنطقة دي من العالم. اه. 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 بتكلم علينا احنا كنغبة. اه بالزبط. اه عارف اه للاسف كمان يا احمد انه الكلام ده كان زمان وبس لسه مستمر. يعني وكأن النقطة دي او كأن المنطقة دي من العالم لا توجد. غير موجودة. نورها مطفي. بالزبط. نورها مطفي. انا كنت بفهم ده لما كان الاتحادل السوفيتي يعني او المناطق اللي انا بكلمك عنها جورجيا اوكرانيا. اه كازيخستان اوسبكستان ده كله كان. يعني حتى الشباب اللي بيفكروا يسافروا. اه. اه. عينهم مش بتروح ناحية الشرق. غرب على طول. عينهم بتروح ناحية الغرب على طول. اه بالزبط. ده صحيح. تفتكر ده ليه? اه يمكن علشان اولا البلاد دي اه. يعني انا سياسيا متوجدين. اه. متوجدين كويس. بس البلاد دي اه يعني تفاكر مصطلح الستار الحديدي. كانت تعيش خلف الستار حديدي. تحسوا يتي ده كان حاجة غمضة بالنسبة لنا. اه حتى يعني في نشرات الاخبار ما كنتش تشوفه كتير. اه ما كناش بنشوف نشرة تسعة الا مثلا طوابير العيش مش عارف طوابير مش عارف ايه كده حاجات تحصل. اه زعيم يموت. اه انما الشباب اه بالتأكيد انا يعني اه بل تمثلهم العزر انه عينهم ما كانتش بتروح للشرق. لا بتروح للغرب لانه الغرب. وحتى اهتمامة النخبة سواء كتاب او مسقفين او حتى صناعة دراما او صناعة سينما. صحيح. عينهم مش بتروح نهات الشرق. مش بتروح نهات الشرق. اه وده يعني انا بقول لك كنت يعني اتفهمه زمان بس دلوقتي بيحصل ليه? مش عارف. احنا عندنا بقى كدور اه سياسي. اه. سنة اه واحد وتسعين او اتنين وتسعين. وقتها كان وزير خارجية وعمر موسى. اه. اسس دي تحساب له. اسس في وزارة الخارجية حاجة اسمها السندوق المصري للتعاون مع الكومانوارس. ده صحيح. كويس. اه. السندوق ده من اتنين وتسعين لحد الفين وحداشر. وانا هقول ليه وقفنا عند الفين وحداشر لحد الفين وحداشر. درب مئات الكوادر. اه. ده صحيح. صحيح. دبلوماسيين وقضاء وبعت ناس من الازهر وبعت معونات. صحيح. وبعت مدارس. صحيح. فاحنا سياسيا متواجدين. متواجدين. وقفنا في الفين اه وحداشر بسبب الظرف. اللي هو الثورة يعني? اه الظرف السياسي اللي البلد مرت به يعني. اه. كويس. الثورة بحكم النص الدستوري. ايه. خلاص. وقفنا في الفين وحداشر وبعد كده تدامج وبقى بقى فيه هيئة المعاونة مصرية للسندوق المصري. اه. الكومانوارس والسندوق المصري التعاون الفاني مع افريقيا. طيب هتتواصلوا معنا ازاي? واحد تسعين تسع على الاسمس او صفحتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين مستني كل رسائلكم وعمر عبد الحميد هيجاوب عليها كلها. ويرجع نالكم على الهوى المصري مستمعينا مستمعي الراديو تسعين تسعين ومكمل معاكم المانيفستو لسه بنوارنا في الستوديو وفي ضيافتنا الاعلامي الاستاذ عمر عبد الحميد طيب اه زملنا رامي ردوان كان اهدالك شجر التوت. ومشملة. وهم مفروض دلوقتي خلاص طرحوا. بنكل منهم بقالنا. هو موصيني اه يعني بيقول لي عمرو يعني مكسوف اقول له. خلاص مفروض شجر يعني حق ناشف. عايز تمنه يعني. يعني حتى قال لي اذا ما مساش حتى بطبق توت يعني. بالعكس. بابعت له توت? لا بابعت له صور. طب يعني انا هتنازل عن التوت والبشملة بس بس ال المانجة زمانها بدأت توت. بص بص هقولك الحاجة انت انت اه زلك لي اكتر من زل مجد عبدالغاني بالجن اللي جابه كأس العالم. بايحني حرام. لا المانجة متراحتش بس التوت بسم الله ما شاء الله. اه البشملة بسم الله ما شاء الله. يعني بس خلاص سيزن خلاص خلاص. بما ان البرنامج الف سر الارض. خلينا نرحب طبعا بزميلة وصديقنا العزيز رامي ردوان زك يا رامي. الحمد لله زك احمد اي اخبارك وبمسك طبعا عليك وعلى عمرو على كمستاذ المستمعين. وانا مستمتع جدا بالحلقة. وعندي سؤال لازم اسأله للاستاذ عمرو عبدالحميد عشان لازم بيتكلم من ده سعد. اتفضل ساعتك. مستعد? مستعد. ربنا يسطر. اعداد الجمهور على اه عمرو عبدالحميد دائما انه وش اخباري وجات. اه. ومن الصداقة اللي انا بتشرح بيا اعلم تماما انه خلف هذا الوجه فيش اختصية شائية. الله الله. فهي تكلمنا يا سيد عمرو عن شيء اوتك شوية. داخل داخل يدمرني ده رامي ردوان. تعارف طبعا المنافسة والنفسانة. اه. اه. طبعا انا انا سعيد جدا انه بسمع صوت اه رامي. رامي من الناس اللي انا اعتبرهم اه من مكاسب الفترة السنتين السنتين اللي فاتوا. اه. انا انا اه اتشرفت وساعت اني تكون معايا رامي في برنامج البيت بيتك على قناتين. اه عدنا سنة اه يعني تقريبا ما فيش اروع منها. حد ما الله مش زنبي. لا زنبي ولا زنبي رامي. قفلتوا البرنامج. اشهر براندي. اشهر براندي. مش زنبنا. مش زنبنا والله يا. فيش داعي نتكلم في الاسباب دلوقتي. عايز اقول لك ان انا كنت بستمتع بالشغل مع رامي وآآ كنت آآ ببقى فرحان جدا في اليوم اللي بيكون معايا في رامي ردوان. تقصد ايه? لا ثانيا يا رامي معلاش ثانيا يا رامي. اه 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 افهمها زي ما تفهمها اه. انت كنتوش اتنين بس في البرنامج. اه لا انا ورامي بس. انت ورامي بس. اه انا ورامي. اه كده. اه كده. اه كده. اه كده. رامي. انا بس انا انا بأكد على الكلام اللي عمر بيقول. اولا انا انا اتصرفت بمعرفة عمر عبد الحميد معرفة شمصية في الوقت اللي اشتغلنا فيه مع بعض. اه من اكتر المرات اللي استمتعت فيها. بانه يكون معايا حد بنقدم البرنامج مع بعض. وقادي ايه كنت بدألو استمتع شخصيا واحنا بنقدم الاخبار بس تلاقي عمر بيرمي افه غلت علي. او بتنامي افه غلت علي. طب رامي دخلنا في كواليس الهوى وقتها يا رامي. يعني كنتو بتحضروا الحلقة انت وعمر مع بعض ازاي? جدا جدا. بستهولك على حاجة. يعني الواحد اشتغل الحمد الله على مدار يعني الهداشر سنة اللي فاته انا اشتغلت مع ناس كتير. اولا عمر عبد الحمد. انت رحلتك كويس. كانت بدايتك بتهارم على سوزة اماني الخياط. لأ البداية. صباح قون. اه صباح قون في البرامج السياسية تضحك لها عمر. لأ بص اه رامي انت اه اه طهري بيسألك وعلى وشه ابتسامة خبيثة. خالص والله. لا رامي عرفه. انا لأسف مش شايفه. اه اه لا انا انا اوصف لك يعني انا اوصف لك. بنرجع لكواليس الهوى رامي. انت بدول يعني اه كان التحضير مع عمر من افضل يعني التجارب في مدار حداشر سنة شغل. ليه? جدا ليه بقى? لانه اولا كنت اه اه انا وعمر كنا دايما بنقعد متناقش في احنا هنتناول ايه في البرنامج تمام? ولو كنا بيبقى في اختلاف وبهات النظر في موضوع معين هننقشه. كنا دائما في اتفاق جنتلمان وسايلنس ما بنقولوش انه الاختلاف ده هنطلع بيه على الهوى. صحيح. انه مش شرط يكون مقتنع بوجه نظر ومش شرط يكون مقتنع بوجه نظر. صحيح. احنا نتناول الموضوع من زويتين. والجمهور له حق انه هو يعني يعني يقيم ويشوف انه وجهة نظر. صحيح. المقتنع بيها. لانه في الاخر دي مجرد اراء. يعني تحمل نسبة من الصحة ونسبة من الخطأ. بالاضافة لده انه عمري الحقيقة ودي من الحاجات الايجابية جدا. اه من كتر اما كنت باستمتع من الشغل. عمري ما كان عندي شعور حتى لو كان وجهة نظر عمر هي نفس وجهة نظري. عمري ما كان عندي شعور ان انا عايز اتبقى وجهة النظر. صح. ما كانش بتحصل نفسها مساحات الهوى. خالص خالص خالص. اخدت مساحة اكتر هو اخد مساحة اكتر والعكس والله. بالعكس. لان النفوس حلوة انا عايز اقولك كم بيصل الموضوع لدرجة انه كان كل واحد. بنعزم على بعض. طب لما نفسكو حلوة كده برنامج قفل ليه رابط. شفت خبس الطهري مستحيل ده. يعني يعني طبعا زملنا وصديقنا العزيز رامي ردوان ونجم تمانية الصبح اهم تجارب رامي ردوان الاعلامية. شوف شوف علشان انت رئيس تحرير البرنامج. بس هو كل تجارب تجارب رامي ردوان مميزة. طبعا وتجربة اهرة في الراديو تساين دساين. تجربة جميلة جدا تفرق طبعا رامي بنستمتع به كل يوم حد من ال 12 الاثنين على الراديو تساين دساين. مشكرك الحقيقة هو الاحدة اللي بنتعلم منكم من الناس مهنية موضوعية اخطافة اه دايما بتدي الواحد حماس ان هو يطور من نفس افتر. بتمنى لك يا عمر دايما كل التوفيق ربناك عايقس اليوم اللي بقى سعيد تاري بان احنا نشتغل مع بعض. ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الله. ربنا يا خليك يا رامي. وانا بشكر الطهري على المفاجأة الجميلة دي لان ما سمعتش سوت رامي من زمان. طيب يا شي يعني بين مناسبة الجميلة دي يعني والورد اللي نزل واللمون اللي نزل في الفلسطور. والبشملة. اه 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 خلاص يا رامي انا ده منطلق حقك في التوت والبشملة يعني. طبعا. يا ايه بص ممكن يعودهم بعزومة طهري. مستعد. مستعد. طبعا. العزيز طبعا رامي رضوان بنشكرك شكرا جزيلا ونورتنا. شكرا لكم. اه رامي طبعا من الشخصيات الرائعة. يعني اللي انا فعلا فعلا كانت الفترة اللي احنا اشتغلنا مع بعض فيها كانت اه فترة انا مش هنساها يعني. طيب انا هو الكلام جيه بدري على التجربة دي بس هي كده كده هتبقى معانا في في الساعة التانية. اه انت كنت عايز تسمع عنغام فانا مش هحرمك من من الحاجة. واحد تسعين تسعة الاسم اس. اه مستنين كل رسائلكم او اه صفحاتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين هنسمع اه انغام وبعدها الدقيقة الاولى ونرجع نكمل حوارنا مع الاعلامي عامر عبدالحقق. وارجع نالكم على الهاو المصري المستمعين لما مستمع الراديو تسعين تسعين ونكمل معاكم المانيفستو بنكمل حوارنا مع ضفنا اللي في الاستوديو الاعلامي الاستاذ عمرا عبدالحميد. نرجع تاني بقى? نرجع. فكرة دي اسمعها ارحم دماغي. ارحم دماغي على عصفة لما تزهق قل لي يعني ارحم دماغي. لا انا عمرا ما زهق منك انا ربنا يا خليفة. ايه اللي اكبرك انك تشتغل في الجزيرة? اه لا مش اكبرني. اه. عرض كويس? اه كان يعني التطور الطبيعي انا كنت في العربية. كنت مدير مكتب العربية في موسكو. تشايف ان الجزيرة احسن من العربية? اه لا مش شايف كده بس كانت الظروف ساعتها اه الجزيرة منتشرة ومهتمة بالمنطقة اللي انا عايش فيها. اللي هي منطقة الاتحاد السوريتي السابق. العربية كانت الشغل بتاعها قليل. وانا كنت عايزة اشتغل. ليه مش عايزة تقول ان العرض كان احسن? اه بص والله مش يعني مش مسألة العرض المادي. لا انا كنت عايزة اشتغل انا فاكر. انا رحت للاستاذ عبدالرحمن الراشد. اه كان ساعتها اه مدير قناة العربية. اه فروحت اشتكيله انه ما فيش شغل كتير بيطلع من مكتب موسكو. انا بقدم اقتراحات كتيرة وحاجاته بتاع. قال لي بص انا مش مهتم با بروسيا. الاهتمام اللي انت عايزه. فقال لي لو عايز تعالى عندي في دبي اه تبقى يا اما مزيع يا اما مراسل متجول. وتجول زي ما انت عايز. وطلع انا بحب المنطقة اللي انا عايش فيها. وبالتالي يعني بشكل ودي جدا سبت العربية. شايفت اجربتك مع الجزيرة ازاي? كانت ساعتها اه انا اشتغلت في الجزيرة سنتين من الفين وقمسة لالفين وسبعة. يعني انا سبت الجزيرة من حول عشر سنين. اه كانت ساعتها اه عايز اقول لك انه عدم اه اه ما فيش تقاطع اه بيني ما بين الجزيرة فيما يتعلق بالملف المصري بالملفات العربية انا كنت مشتغل على روسيا. كان الوجه بتاعهم لسه ما ظهرش. لسه ما ظهرش بالشكل اللي هو. لو كان الوجه ده ظهر وانت في الجزيرة كنت هتسبها? على طول كنت هتسبها من تاني يوم. يعني ان شاء الله اكون في الشارع حتى. بكلمك بامانة يعني مش مزايدة ومش اه اللي يعرفني يعني يعني صدقني. بس تعرفت جوه روسيا بالجزيرة. اه. اه. لان يعني كانت اهتمامها بروسيا كان اهتمام كبير جدا مش بس روسيا واوكرانيا وكل الجمهريات السوفيتية السابقة. بيقولوا عليك روسيا الهواء. اه. ده صحيح. عن النهاردة على فكرة انا جايلك. اه النهاردة تسعة مايو. اه انت كنت معايا في موسكو. اه زي النهاردة من سنتين. صح. لما كنا بنحط زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي. صحيح. على روسيا. SAYA. الي ناصر الروسي. صم Ruggy سنة. اه صم querida سنة. النهاردة احتفل واثنين واثنين سنة. ومن غيرنا بس انتفرجت على العرض العسكري حاجة مبهرة يعني الصبح. آآ شايف الدور الروسي ازاي في المنطقة? آآ الدور الروسي رجع تاني آآ لكن طبعا آآ بوتين مش سهل. آآ رجوع روسيا يمكن آآ ليه آآ فاتورة. والفاتورة دي آآ آآ اخشى انها تكون فاتورة باهزة. آآ التواجد الروسي طبعا في سوريا. جزاير. آآ في الجزاير وفي الليبيا. صحيح. آآ في يعني. أو يعني اكتر انتشار آآ عسكري استراتيجي لروسيا من آآ ايام الحرب العالمية تانية. بالضبط بالضبط. آآ يعني يمكن يعني لو سألتني رأيي الشخصي آآ آآ انا عايز روسيا تنتشر آآ بس آآ انا عايز برضو انه ده ما يكونش خصم من القوى خصم من رصيد القوى الاقليمية التقليدية زي مصر. طيب انت شايف ان النهارده روسيا بتعتمد برضو على ايران بشكل كبير وبتناور بايران. ده صحيح. وفي نفس الوقت. عن في تناقضات من روسيا القرى. وفي نفس الوقت آآ ابتلعت الكسير لتركيا وللنظام التركي. آآ. واخدت موقف متشدد جدا من مصر. اه. انا عايز اقولك انه آآ انا بشكل شخصي طبعا وكمواطن مصري في النهاية مدايق جدا من الموقف المتشدد اللي بيه اللي اخدها روسيا فيما تعلق بعودة السياحة. ابعاد وايه موانت اكيد فاهم الدنيا. بص يعني انا بروح روسيا كتير بروح موسكو كتير آآ كل شهر تقريبا آآ بقابل آآ زمايالنا اعلاميين صحفيين آآ ناس آآ آآ يعني من سفرة آآ روس سابقين في مصر ودول على الفكرة بيعزوا مصر جدا زي مثلا آآ بكدانف. آآ اللي هو الممثل الشخص اللي الرئيس الروسي بيجي هنا كتير بقابله دايما في في موسكو آآ عايز اقولك انه آآ الحصيلة ليه روسيا بتعمل كده في آآ في يعني نظريات كتيرة آآ زي مثلا ان روسيا عايزة قاعدة عسكرية بحرية زي آآ الفترطوس في آآ سوريا طبعا احنا مش مستحيل ان احنا نوافق على حاجة زي دي آآ في الكلام ده بيتردد آآ بيتردد اه بيتردد في برضو آآ لكن عايز اقولك انه آآ مش عارف آآ آآ يعني لما تيجي تقارن بين اللي عملته آآ روسيا معنا او بتعمله روسيا معنا او اللي عملته مع مع تركيا طب ما هو تركيا مسلا مطاراتها مش امنة على الدرجة الزبط آآ اللي هي المطلوبة آآ لا والآ رد الفعل الروسي في حادث آآ اختيال السفير على الهواء بالزبط آآ على الهواء يعني فين الامن ده يعني ده لو حصلت لو اقتلوا يعني اللي قدر الله يعني موظف صغير عندنا هنا كانت الدنيا قامت وقعدت بص آآ بوتين انا بعرفه يعني متابع مسيرته من زمان اوي رجل برجماتي الى ابعد الحدود و رجل ما عندهش آآ عاطفة طبعا هو السياسي المفروض ما يكونش عنده عاطفة بس الرجل ده لا يعني قلبه حجر و بيحسبها بالورقة والألم و بيحسبها زي اللاعب بتاع الشطرنج يعني كل خطوة محسوبة عنده آآ هو آآ ركع تركيا واستفاد آآ استفاد آآ جدا من آآ مسألة اسقاط الطيارة الروسية واستفاد جدا من مسألة اغتيال السفير بتاعه في آآ آآ انقرة ايه واجه الاستفادة واجه الاستفادة انه آآ آآ عايز اقولك انه العقوبات الاقتصادية اللي مفروضة على روسيا آآ وجد بوتن بشكل او باخر آآ السوق التركي آآ سوق بديل السوق التركي وسوق الايراني طبعا سوق بديل يعوضوا بعض. وبلطاجي تركي يلاعب بين الاوروبيين. بالزبط. وبالطاجي تركي يلاعب بين الاوروبيين. بالزبط جدا. اه. متيجي نطلع من السياسة كده ارحم دماغي. ما هي اسماء قالتلك ارحم دماغي. اتا قاعد ما سلمتش. اتا قاعد ما سلمتش. انا مشفق بسا عالناس اللي ماشي نسمع متحة صالح نسمع متحة صالح ماشي واحد تسعين تسعى الاسم او صفحاتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعيننا مستمع الراديو تسعين تسعين ومكملين حوارنا مع الاعلامي الاستاذ عمرى عبد الحميد اللي منورنا في الاستوديو ولسه مكملين فرحة مدماغية اللي هو فلت منها في السيجمنت اللي فات بس خلينا نوجه طبعا تحية لأمل عبد الحميد شخيخة الاستاذ عمر صحيح هي اللي اخترت الاقونية اللي فات دي وانا ما عارفش يعني هو عمرى اللي عادة اسمع متحة صالح كزا وبعدين طبعا منوجه لها التحية والتحية طبعا لكل المستمعين الكرام والرسالة اللي بتجيلنا على الحوار الطيبة يعني طيب خلصنا موضوع الجزيرة بروسيا جيت على قناة الحياة ودخلت سوق الميديا المصري بس ده قبل ما اجي على قناة الحياة في تجارب تانية كتير في سكاي لا في بي بي سي كمان لا ما انا بقى يعني بقفز على النقطة دي طبعا انا بتكلم فكرة ان انت اتنقلت بقى من القناة الاخبارية والتجارب اللي هي الاقليمية لبعض الشكل وداخل على سوق الميديا في المصري وده ليه ادبيات مختلفة تماما صحيح عن اي سوق اعلامي في العالم صحيح دخلت ازاي والموضوع اجي ازاي وتعلمتي ايه والدحك عليك في ايه وتخضيت من ايه يحكي انت بتفاضفة دلوقتي بص انا جالي عرض من قناة الحياة وانا موجود لسه كنت في سكاي نيوز عربية في ابو ظبي ساعتها كانت الاحداث في مصر متلاحقة كانت المشهد السياسي محتقن انها كانت سنة الاخوان وانا كنت حاسس برغبة شديدة جدا ان اكون متواجئة عايز اشتابك مع المشهد اه عايز اشتابك مع المشهد انا كنت باشتابك طبعا لانه سكاي يعني الادارة مشكورة كانت بتبعتني كل ما بتحصل حاجة فكنت باجي مصر نعمل ستوديو بين هنا ما بين ابو ظبي وكأني شغال في مصر بس ده بالنسبة لي ما كانش كفاية فلما تجدد عرض الحياة لانه الحياة يعني كانوا عرضين عليها من سنوات سابقة لما تجدد عرض الحياة في الفترة اللي انا بقولك عليه هديا اه وفقت واجيت بعد يعني كان عندي اول هوا في يناير 2014 في قناة الحياة برنامج الحياة اليوم بعد ما زملنا وصديقنا شريف عامر ترك البرنامج كانت تجربة مختلفة طبعا وصدمتني حاجات كتيرة زي بقي بقى يعني انا اول مرة اعرف انه في حاجة اسمها الموزيع بيتكتب له سكريبت وانه في اعداد وكده وبتاع يعني احنا كنا متعودين مسلا في انت هو اه انت بتكتب السكريبت بتاعك بالضبط انا بكتب السكريبت بتاعي انا بس على فكرة كل مدرسة البي بي سي كده اه بالضبط يعني في زمال كتير من البي بي سي تعاونت معانهم في رئيس تحريب كلام ده كله كان هو يقولي انا حب اكتب السكريبت الناس في الاخر كنتم بكتب له السكريبت يعني بس هو لا بس حقيقة طيب كنت بسيب الاعداد بتاعك اه اه طبعا اه طبعا يعني ما كانش ينفع ان انا اقولهم ازاي ولا او انا ومش عارف لا انا كنت بتعاون معهم وكان بيتكتب لي السكريبت واحط عليه الاضافات بتاعتي بستفيد منه لا يعني وبعدين كانت المجموعة حلوة يعني كان طبعا رئيس تحرير القناة الصديق العزيز الاستاذ محمود مسلم بساعتها اه فكنا يعني كان لا كان فيه تعاون وكان فيه مودة شديدة جدا بس طبعا المسألة اه انك انت جاي من من حتة ورايح حتة تانية مختلفة تماما لها زي ما انت قلت برضه في المقدمة ادبيتها ولها اه خصوصيتها بس انجحت مع الحياة اه الحمد لله الحمد لله يعني يعني سريعا اول حاجة اه انت رايح على البرنامج وازمالنا الاستاذ شريف عامر كان ناجح جدا صحيح كان هو البرنامج تقريبا رقم واحد وقتها ده صحيح اه ما حصلش اي خلال والبرنامج كمل على نجاحه واستقبلنا نجمة توك شو اسمه عمر عبد الحميد طب ليه سبت الحياة وانت ناجح اه ارحم دماغي يا احمد لا لسه لا لابتنبليين بقى اه لا اه طبعا يعني ايه مشاكل مادية بسبب المشاكل المادية يعني كانت الظروف اه يمكن شوية صعبة في قدرات الحياة وانا يعني بتفهم اه ده لانه طبعا كانت اه دنيا مركزة على المسلسلات على البرامج اللي هي الترفيهية فكانت المرتبات بتتأخروا اه يعني كان في اه حاجات كده والواحد عنده التزامات اه فبالتالي اه لما جالي عرضة تانية سبت الحياة وانا يعني سبتها وبصراحة يعني سبتها وانا يعني زعلان لان انا يعني تناجح فهل والبرامج ناجح والحمد لله يعني الناس ما شعرتش انه فيه ضرب بعد ما مشي شريف اه كنت بتعاون اهمية الموضوع ده في اه في ايه هي ممكن ما تبقاش مرتبطة بقدرات الاعلامية سواء اللي قبل او اللي بعد مرتبطة بالانطباع الاول عند الناس الناس تتعودوا ان هما بيشوفوا بالساعة دي فلان والارتباط العاطفي اللي عند المشاهد ده صحيح ده هير كمان ان القنوات اللي في تحليل نسب المشاهدة اه فيه نوع من الولاء شوية عند المشاهدة المصري للقنوات القديمة تمام طبعا دي ام سي خلصت على الكل يعني قصة تانية اه يعني كده على الهواء دي ام سي ان شاء الله وجيرانها او وجيرانها شاء قناة تن قدام دي ام سي مش طيب اه خلصنا تجربة الحياة ام اه وانت شرحت ان هي كانت ملابسات متعلقة بظروف التعاقد نفسها والتزام القناة ناحية التعاقد بس ايه اصعب موقف تعرضت ليه وانت اه في قناة الحياة وانت جاي بقى من تجارب مختلفة من سكاي نيوز وبي بي سي وبمدارس مختلفة فجأة عدت كده مع نفسك في القوضة بتاعت المزيعين وقلت انا ايه اللي خليني يعمل في نفسي كده لا انا هقولك على حاجة انا كل التجارب اللي انا يعني اه ربنا اراد ان انا اخدها مفيش تجربة اه يعني ندمت عليها لا بقولتش ندم بس الوحد بس الوحد تجيله برضو بس الوحد اللي عملته في نفسي لا اطلاقا ما جاتليش اللحظة ديا لان انا كنت عارف انا رايح فيني يعني اي نعم في بعض التفاصيل زي ما قلتلك مسألة مسألة عدم وجود سيستم زي السيستم اللي انت كنت متعود انك انت تشتغل يعني داخله في كل القنوات اللي الواحد اشتغل فيها بي بي سي عربي جزيرة عربية اه وحكاية ان انت بتبعت الايميل فالايميل بيطلع من دبي دبي بتبعت للندن في الارد بيجي لك من لندن في خمس دقايق بالزبط اه دي المسألة دي طبعا لكل بلد وكل قناعي هنا في ناس لما تقوله بعتلي ايميل تحس ان هو بيتشتم بالزبط بعتلي ايميل ايميل ايه اقول لك ايميل ايه يا عم فالمسألة يعني لا انا عارف ان انا ايه التجربة اللي انا مقبل عليها واعرف لها خصوصيتها طبعا وازمالي واصحاب اللي هما يعني بيشتغلوا في الاعلام المصري اه ايه اللي وانا يعني مش انا مش جاي من انا مش خبير اجنبي انا مش جاي من كاليفورنيا يعني انا جاي صحيح وانا كنت كل شوية في مصر كنت كل شوية في مصر لكن انت مدخلتش في السوق اه المصري طيب زبت القناة الحياة وروحت التجربة تانية اه قناة تن بردمج البيت بيتك مع زملنا رمي ردوان وزملتنا انجي انور اه صح طيب اش عارف لوحة زاكرته يا اخي اش عارف والله الشر ده لي ناس مهم طيب البيت بيتك انتو استلمتو او عهد اليكم ببراند لي خصوصية قوية جدا عند الناس صحيح اول توك شو عارفته تقريبا مصر تمام اه والتجربة هتحط لها دعاية ضخمة جدا وعمر عبد الحميد كان لي اسمه او مازال طبعا لي اسمه كويس و اه رامي ردوان واجه شاب ناس مستبشرة اه بيه ورامي كان عامل وقتها السيزون عالي قوي في برنامج الاولاني صباح صباح اللي حصل لتجربة ما حققتش بص يا سيدي يعني يمكن نختصر المسألة في كلمة او في جملة يمكن سوق تقدير من الادارة لأهمية مثل هذا البرنامج يعني كان فيه اهتمام ببرامج اخرى برامج ثرفيهية على حساب برنامج التوكشور الرئيسي رغم الناس استبشرته احنا كنا تيم حلو وكان معنا طبعا زملنا نهزيز محمول التميمي طبعا بخبرته بمهنيته فكان لازم يعني كان مفروض ان احنا ننجح احنا انا ما بعتبرش نفسنا ان احنا فشلنا لا بس ما حققتش اللي الاسباب امولتش فشالكم طبعا لا طبعا كان لكم حلقات مؤسرة طبعا في حلقة بتاعت مريم حلقة بتاعت حوار رامي مع وزير العدل الاسبق طبعا لا في حلقات طبعا مؤسرة بس مع القصد ان انتوا ما حققتش اللي كان مطلوب منها اورا اولا يعني خلينا نكون صرحة ان احنا بنظلم البيت بيتك في نسخته التانية مع النسخة الاولى النسخة الاولى بيت بيتك ما كانش فيه منافسين كتير يعني كان بيلعب لوحده البرنامج يعني كان فيه مين عندك كان العاشرة مسائل من الشلسلي على دريم تسعين دقيقة معتز الدمرداش معتز اه بالزبط لأ بس مش كتير زي كده وبعدين كانت خلينا نقول الظروف مختلفة شوية زائد انه زي ما قلت لك اهتمام الادارة ساعتها بالبرامج الترفيهية اهو البرامج الاخرى والبرامج الرياضية على حساب التوك شور الرئيسي يعني احنا احيانا يعني كنا بنعجز ان احنا نعمل حاجة علشان اه ولا كان عليكم قيود لا اطلاقا ما كانش في قيود لا يعني اه خلينا انا بكلمك بصراحة تعال انت دلوقتي جرجرتين في كل حاجة وعمل يعني ايه خاطر وربنا يستر بعد الروح يطلع من اللي يرفع لي دعو لكن اه لا ما كانش في اي قيود لو في قيود هقول لك امتى تفرض عليك قيود يعني يعني ما جالكش في مرة قالك لا مش عايزين نضيف ده اه انا لا اتذكر ده يعني ما ما مش فاكر يعني اولا يعني انا بحرص ان ضيوفي برضو يكونوا اه على على المستوى اللائق اه على ال يعني انا مش معقول دلوقتي هقولك الحاجة يعني مثلا لما بدأت في الحياة اه جبت مثلا حمدين صباحي وجبت دكتور عبد المنع عبد الفتوح وساعتها الدنيا ما كانتش زي دلوقتي بمعنى اه الوجه الاخر خلينا نتكلم على الاخوان مثلا الوجه الاخر للاخوان اه وللجماعات كان شوصل للعامة ايوه كان مصهوم عند النخبة ايو بالزبط كان ساعتها ومع ذلك ومع ذلك انا مسلا جبت دكتور عبد المنع مفتوح عملت مع حوار كان حوار قوي وهو الراجل يعني ادائق مني جدا لان انا يعني عملته بمهنية وبموضوعية بس كنت يعني هو بيقول للناس ان انا كنت قاسي جدا ومع ذلك الناس شتمتني انت ازاي تجيب عبد المنع مفتوح يعني الناس ما تفرجتش على الحوار قولك ازاي تجيب هل تجروا النهاردة انت تتعم حوار زي ده بص انا اتمنى ان انا احاور اي حد ان شاء الله نتنياهو اخد بالك بس خلينا نتكلم بصراحة يا احمد الدنيا بقت صعبة الناس نفسها ما هو انا يعني الناس استحملت كتير اه الناس استحملت كتير انا دلوقتي علشان اجي استفز الناس بشخصية الناس استحملت كتير الناس استحملت كتير و على الرغم من ان الاعلام المصري كان ليه دور مهم ودور رئيسي في صورة يونيو صحيح لكن في قناعة او تكونة قناعة ان جزء رئيسي من الخراب كان الاعلام سبب فيه اه يعني ده موجود عند قطاع كبير جدا من الناس خلاص فبالتالي انت بتعمل حساب الناس برضو دلوقتي يعني انت يعني مش هتجي تجيب حد كده تستفز الناس يعني طب انت اه اوكي هتعمل ريتنج ساعتها للحلقة وبعدين انت يعني بتفرقش معك نسبة مشاهدة اه ابقى كداب لو قلتلك انها ما تفرقش لا اه تفرق ويمكن تجربة الجديدة اللي انا بدأتها من حوالي شهرين اه بحاول ان انا بنوفقك فيها طبعا تجربة مميزة جدا الله يخليك احمد بحاول انه بقدر الامكان انه اوصل لده بس انا ماشي تاتا تاتا يعني يمكن الامكانيات دلوقتي مش مساعدة شوية لكن انا اه عملت او بعمل حاجة يعني مختلفة شوية انا اه البرنامج بتاعي ما فيهوش رأيي يعني انا يعني عمر عبد الحميد ما بيقولش رأيه اه مفروض المزيع يقول رأيه ولا ما يقولش رأيه عشان دي مسألة جدلية بص هي مسألة جدلية وممكن نتكلم من هنا للصبح وممكن نجيب اه يعني براهين وادلة على انه لا المزيع لازم يقول رأيه وادلة وبرهين تاني على لا المزيع ما يقولش رأيه انا من انصار انه المزيع المتلقي سواء كان مشاهد او مستمع يبقى مرتاح وهو بيسمعك او بيشوفك بمعنى ما بيبقاش يقولك اه فلان ده بتاع كذا بتاع الجهة الفلانية ولا بتاع الحزب الفلاني ولا بتاع السلطة ولا بتاع المعارضة اخد بالك فخليه كده ياخدك زي ما انت يعني خليه خلي المشاهد يعني انا بتكلم عن نفسي خلي المشاهد يعني ايه ما يشغلوش تصنيفك انت كمزيع وكاعلامي بقدر ما يشغلو المدرسة الرمضية دي مدرسة بي بي سي لا مش هي رمضية يعني هي على فكرة المدرسة دي مطلوبة قوي دلوقتي خلينا نكون صراحة مع بعض مدرسة الرمضية يعني انا يعني بتحفز على التسمية يمكن انا مضيها حاجة سلبية شوية بس هي المدرسة طب ما نقولش عليها ليه المدرسة المهنية الموضوعية هو ازاي الاعلام يبقى احياد وهو ايدا التأثير مفيش مفيش اعلام احياد ومفيش اعلام محايد انت بتروح امريكا وانا بروح امريكا وبنروح اوروبا وبنشوف فوكس نيوز بتغطي هو ادى التأثير اه هو ادى التأثير بس ده يتعمل ازاي ده يتعمل ازاي هنطلع فاصل الحمد لله واحد تسعين تسعى الاسم اس او صفحتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين مستنين رسيل ورجعنا لكم على الهوى المصري مستمعينا مستمعي الراديو تسعين تسعين ومكمل معاكم المانيفستو وفي ضيافتنا ومنورنا الاعلامي الاستاذ عمرى عبد الحميد وجينا الفقرة بين السطور خلصنا خلاص ارحم دماغي بين السطور مين اهم صحفي عند عمرى عبد الحميد لو الصحافة المكتوبة في ناس كتير جدا طبعا رقم واحد مين رقم واحد عرضك محمد حسن نهكل مين رقم واحد من دلوقتي على الساحة دلوقتي على الساحة سؤال صعب مين لو لقيت له مقال تعطي راب في ناس في ناس كتير يعني يمكن ما تحضرنيش الآن الزاكرة مش مش بتصعفني لكن انا بحب مثلا مقالات عبدالله السناوي بحب مقالات محمد امين في المصري بحب اللي بيغدك لمقالات الأستاذ السناوي او الأستاذ محمد امين والله يعني مفيش حاجة معينة بس يمكن السناوي بحكم انا يمكن متعود ان انا اقراله وان كنت في الفترة الاخيرة على فكرة يعني مش بقرة كتير يعني مقالات يعني عماد دين حسين بقراله آآ كنت زمان بستمتع بمقالات الله ارحمه عبدالله كمان أنا طبعا أستاذ الله ارحمه آآ آآ يعني أنا بقرر كل المدارس آآ بس آآ انت قلت واحد من مدرسة خلاص ما بقاش موجود الأستاذ الله آآ آآ وأنت يعني الثلاث أستاذة اللي انت ذكرتهم أستاذ الناوي الأستاذ اللي هو في ناس تاني بس مش يعني مش متذكر في اللحظة يعني انت بتميل ناحية العين النقدية في الكتابة آآ بحاول ان انا يعني آآ بص على الحاجات اللي هي آآ مش مطروقة آآ أو الناس اللي يعني اللي اللي بتركز على أشياء يمكن آآ آآ محدش آآ أو العموم ما بيركزش عليها تشايف الحالة النقضية في الصحافة عما زي آآ بص آآ يعني بعد اللي السوشيال ميديا آآ كله بقى نقدي آآ يعني مفيش حاجة آآ يعني تقدر تقول انها يعني تحكمها بمعيار آآ زي زمان يعني آآ آآ كله بيونقد وكله آآ بيكتب لكن آآ خلينا نقول اللي بيأسروا قليلين اللي بيأسروا قليلين عارف لي؟ لانه الناس ما عادتش برضو حتى يعني تقرأ القراءة الكلاسيكية القديمة آآ زمان انك انت تجيب الجردان عشان فلان فلان يوم التلات بيكتب مقالة وفي يوم الاتنين عندك مش عارف ميه كده يعني ما عادش ده يعني تليفزيون لو انت قاعد يوم اجسك هتفرج على مي آآ مش عايز حد يزعل مني بس أو يفهمني غلط يعني انا انا في البيت بتفرج على التلفزيون الروسي تمام علشان زوجتك آآ لا يعني حتى لو انا قبل ما اتجوز يعني ما فيش آآ يعني مش متابع قوي التلفزيونات العربية والمصرية القناة المصرية ممكن ينزل كوميكس دلوقتي على على الفيس بوك دلوقتي انا انا س incubi العبد الحميب بتتفرج على مين من زميلك يوم اجازتك والله مش متابعة انت بكيبه لا انا بتفرج على يعني على اليوتيوب بشوف سعد يونس بشوف مونة الشازلي بشوف يعني الحاجات اللي بتسمع يعني مش بشوف يعني الحلقة بالكامل لا في نص لا يا راجل في حد يعمل يتفرج على توكشو يعني صعبة دي طول اليوم يعني من باب المنافسة يعني بتشوف مثلا فلان عمل ايه ما هو ده بشوفه على السوشال ميديا يعني بس ما قدرش اعود ايه اكتر حاجة استفزتك او حسيت انه هو ازاي عدتني دي اكتل لازم علعبها ايه بص الغيرة في في شغلنا مشروعة الغيرة مطلوبة كمان لانك انت لو ما غيرتش هو اصلا اي اعلامي او صحفي انسان انا وينادر بالزبط بالزبط فبالتالي لا في حاجات كتير طبعا يعني في حاجات كتير بس بحكم طبعا اه الامكانيات بحكم اه العلاقات بحكم يعني كمل كم انت بتقول دور اره انا مش اعطعك هي المفروض الاسئلة دي كانت في فقرة ترحم دماغي عشان اقول انا خلتها بين السطور لا في حاجات كتير في حاجات كتير طبعا انا اتمنى ان انا اعملها بس ما قدرش يعني اعملها ايه يعني مثلا اه اتمنى ان نعمل حوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اول سؤالة تقوله ايه اه لا اسئلة كتيرة يعني اول سؤال هتترشح الفترة الجاية اول لا اول سؤال ده بمفتاح اه هتترشح الفترة اللي جاية اوكي خلاص انت وشال يا سؤال شايف سؤال صعب اه لا مش صعب بس اه يعني انا شايف اه يمكن ان انا وانت كنا في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية الاخير والرجل كان اه يعني شكله متدايق يعني او شاي الحمل شاي الحمل اه فيعني اه عايز اعايز اشوف هو همكمل معانا ولا لا او يعني هيكمل فترة رئاسية تانية ما فهمته من كلام الرئيس مع الشباب ان الرئيس يمتلك مشروع وهذا المشروع يستدعي بس زبط بس انه هو ينزل الانتخابات اللي جاي بس صحيح طيب لا انا مش باتحك الفترة الاولى لما الرئيس تقدم للانتخابات كان ليها زروفها اه والرئيس وقتها قال وصيقة عهد في خطاب التنصيب يعني انا نسميها كده وصيقة عهد فيها عدد من البنود اللي هي فعلا تنفزت على ارض الواقع لما تجيب خطاب التنصيب هتلاقي استعادة الدولة استعادة مؤسسات الدولة الانطلاق فيه اه مشاريع تنموية العمل على مسارات متوازية اه في خط التنمية الدولة بس ما كانش فيه برنامج انتخابي اه تقديرك ان السيد الرئيس لو نزل الانتخابات اللي جاية هيترح برنامج انتخابي لا 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 انا مختلف معك انا تقدير انه هيقول برنامج اه لا انا اختلف معك اه يعني بص اه الرئيس اه نعم الفترة التانية تبقى ظروفها مختلفة تماما اه لانه اريدي في حاجات على دولة وهو اه اريدي في حاجات على دولة يعني احنا خلاص بينا عارفين ان عشرين عشرين ان شاء الله مصر مفاشعة شويات اه طيب هو ده برنامج انا انا اتصور الرئيس كمان مش من اه على حسب فهمي المتواضع يعني برضو مش من انصار انه تتحطى حاجات زي برامج انتخابية وكده يعني اخدوني زي ما انا واعتقد ده كان هو الشعار بتاعه او يعني يعني اه مبدأه في الفترة الاولى وهيكمل في الفترة التانية وهيخوض الانتخابات على هزا المنسبان سيتقدمه للترشيح لانتخابات الرئاسة هتعمل مناظرات بينهم اه انا ولا انت اه انا اتمنى طبعا اه اتمنى طبعا بالتأكيد بس هما هيوافقوا الفترة اللي فاتت او الانتخابات اللي فاتت ما حصلش فيه مناظرات كيف تجد انتخابات اللي جاي حصل مناظرات اه والله اتمنى يعني اتمنى لانه دي بتدي برضو اه روح اه بتدي اه اه خلينا نقول اه اه بتكسر الرتابة وبعدين ده يعني شكل من الاشكال. بيعزز التجربة. اه بيعزز التجربة وشكل من الاشكال اللي احنا ما تعودناش عليها فيعني حرام ان احنا نتحرب منها اه. طيب. كاعلمين وكمواطنين. كاعلمين وكمواطنين. طيب اه من هنا لانتخابات الفين وطمانتاشر. تقديرك الموسم السياسي في مصر يبعمل ازاي? اه بص اه. احنا بنتكلم في حوالي سنة. اه في سنة. الموسم السياسي اه قد تطرح اسماء اه جديدة اه تدخل المنافسة. يعني فيه كلام كتير دلوقتي وكيد انت متابع اه ممكن اه المستشار هشام جنينا. يعني يعد له ان اه يخوض الانتخابات. ما عرفش الفريق احمد شفيق اه ظروفه الصحية هل هتساعده هل هيرجع? مش متابع او القضايا بتاعته. اه 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 ما عرفش ازا كان كلام حمدين صباحي في المؤتمر الاخير ده. اه هل ترجمته انه هيخوض ولا مش هيخوض? هو بيضعه الى مرشح توافقي تتوافق عليه القوة اه يعني الوطنية على حسب تعبيره. اه ما عرفش ازا كان هو نفسه هيكون هو يعني المرشح المقصود ولا لأ. اه يعني اه البرصة لسه ما مسخنتش قوي يعني. لسه وده. لسه البورصة مسخنتش. واحد تسعين تسعى الاسم اس وصفحاتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين مستنى لسه. وارجعنا لكم على الهوى المصري مستمعينا مستمعي الراديو تسعين تسعين وخلاص جينا الاخر فقراتنا والمانيفستو معاكم. وهيرد على اسكيلتكم الاستاذ عمر عبد الحميد. زكريا سالم باعت الراحة تسعين تسع بيقول واضح ان الاستاذ عمر مش عايز يقول ان سبب المشكلة بين مصر وروسيا هو اكتشافات الغاز في المتوسط. اه جايز اه لا يعني اه جايز اه اه او خليني نقول ده احتمال كبير ضمن الاحتمالات المطروحة ولا انا سمعتها ببطا. اه رقم اخره اه سبعة تسعة واربعين بيقول ان تركيا فرضت كلمتها على روسيا لانها تصدر لها منتجات ولا انت عود السياحة الروسية بدون منتجات تصدر الى روسيا. منتجات مصرية هانت تصدر الى روسيا. منتجات مصرية? اه. يعني اه ماشي اوكي. اه في منتجات بتروح لروسيا بس مش في القدر الكافي يعني. في بطاطس وفي برتقان. انت شايف ان مش مش البعد الاقتصادي هو الاساس? لا 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 مش مش الاقتصادي اوي يعني. كلام سياسة كلها. كلام سياسة. طيب اه رقم اخره اربعة اتنين اربعة وهو فلا اربعة اتنين اربعة. اه. طريقة حلوة. بص ده كاتب ايه بقى? بضحرك المسا. وارمي السلام. الناس الكويس. اه. ببعت العوافي. ورميت الورد. وطفيت الشامعة. اللي اللي اللي. وبيسلم عليكم. الله يسلمه. اه. طبعا بنصبح كمان على محمد اه روش المعلمين. وكل اصدقائنا اللي بعتونا على الفيسبوك خلصت حلقتنا نوارتنا عامر نوارت راديو تسين تسعين وهستمتعت شخصين بالحوار معكم. انا سعيد جدا ومن زمان ما اه اعدتش خلف ميكروفون الازاعة. انا سعيد ان ده بيحصل معك انت احمد. انا انت عارف انا بحبك قديم. انا خليك. وشكرا وبالتوفيق. شكرا نعم. تشوفك الاسبوع اللي جاي على خير والمانيفيسو يبقى معاكم.